وفي إطار الزيارات التفقد التي يقوم بها بعض عضاء الحكومة للمصالح التابعة لهم أدى وزير التنمية الحيوانية صباح اليوم زيارة لعدد من المصالح التابعة لقطاعه وقد مكنت هذه الزيارة الوزيرة من الإطلاع على سير العمل في هذه المشاة نظرا لأهمية الثروة الحيوانية بوصفها رافعة أساسية للتنمية المستديمة وأيضا لارتباط الصحة الحيوانية بالصحة العامة تأتي زيارة وزير التنمية الحيوانية للإدارات والمصالح التابعة لقطاعه حيث استهلها بالمكتب الوطني للبحوث وتنمية الثروة الحيوانية والنظام الرعاوية الذي يضم مختبرات مراقبة جودة الأدوية وتشخيص الأمراض المعدية والبيولوجيا الجزئية والسلامة الغذائية المركزية للتموين بالمدخلات الحيوانية كانت المحطة الثانية من جولة الوزير حيث عقد اجتماعا مع طاقم المركزية مديرية المصالح البيطرية شكلت المحطة الثالثة من الجولة التفقدية هذه فقد تعرف خلالها الوزير على مصالح الصحة الحيوانية والصحة العمومية البيطرية والصيدلية ومكتب نقاط العبور المحطة الرابعة كانت الموريتانية للمنتجات الحيوانية حيث عاين الوزير والوفد المرافق مختلف إداراتها ليعقد بعد ذلك اجتماعا مع طاقم هذه المؤسسة واختتم الوزير زيارته بمصالح ومفتشيات وإدارات الوزارة وفي كل محطات الزيارة استمع الوزير إلى شروح من القائمين على هذه المصالح حول سير عملها والآليات التي تتبعها لتنفيذ المهام المنوطة بها ومعالجة العراقيل التي تعترض سير عملها اليوم في إطار القائمين بالزيارة لجميع المصالح التابعة لجزارة التنمية الحيوانية التي تعتبر من أهم القطاعات المشأة حديثاً نظر الاهتمام يعتبر هذا القطاع أولوية بالنسبة للسياسة العامة للدولة وتوجهات رئيس الجمهورية هذا القطاع يحضرها بأولوية خاصة عند رئيس الجمهورية ولا أدل على ذلك من الطاولة المستدرات التي وعدت في تنبطقة وهذه المؤسسة التي نحن فيها اليوم مؤسسة للمنتجات الحيوانية تعتبر أحدها مخرجات هذه الطاولة اللي رئيس الجمهورية قرر في تنبطقة إنشاء مؤسستين واحدة طابع إداري وواحدة طابع اعتجاري الصناعي وهذه هي اللي واحدة منهم من أجل تنفيذ سياسات الدولة في مجال التنمية الحيوانية البلد يحضر بإمكانيات مؤهلات كبيرة في إنتاج فيما يخص الثروة الحيوانية وللعاك الأساس كانت فيم توجهات سامية من رئيس رقامة رئيس الجمهورية محمد والشياء الغزواني والتعليمات تعطيت الوزير المهندس محمد والبلاد بإختخال كامة الإجراءات من أجل استفادة من الثروة الحيوانية زيارة ميدانية تدخل في إطار استراتيجية الحكومة من أجل الرفع من القدرات المؤسسية لقطاع التنمية الحيوانية وكذا الزيادة من مردوديته من أجل الدفع بعجلة التنمية في البلاد